أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري تأييد القاهرة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وبما يلبط محاط الشعب اليمني وينهي معاناة الإنسانية وخلال استقباله وزير الخارجية اليمني شائع محسن الزنداني شدد شكري على دعم مصر الراسخ لوحدة الدولة اليمنية ومؤسستها واستقلالها وسلامة أراضيها وعن الوضع في غزة أعاد وزير الخارجية المصري تأكيد موقف مصر الرافد لسيطرة إسرائيل عسكريا على معبر رفح من الجانب الفلسطينية محذرا من تدعيات التصعيد المستمر بما ينظر بتزايد مخاطر توسيع رقعة الصراع